أنت ما تتبني؟ يعني إذا أحد عنده هذا الإحساس وعنده القدرة المادية وعنده الاستعداد أنه هو يعني يحب ويعطي هذا الشعور الأمومة أو شعور الأبوة الشخص مو منه مو قطأ منه يعني يمكن يقدرون طيب أنت ممكن تتبنين؟ عندي في البيت؟ إيه؟ ما أعتقد ليش؟ ما أظن أني راح أكون أقدر أعطي هذه المشاعر بس في ناس أو في دائما المقولات تقال في أن الأم اللي تربي مولي تولد مولي تنجب وحالات كثيرة صارت فتتحسن أن أنت ما تقدرين تتربين إذا ما كنت أنت منجبة أو أنت اللي أنجبتي لا ليس شرطني أنا أنجب يمكن أن أحد ينجب لي ما لون أحد ينجب لك؟ يعني نحط البويضة عند أمرأة وهي تتكمل المهمة تحمل وتجيب الطفل أنت مع هذا الشيء ممكن تسوينا؟ أكيد أنت بتسوينا؟ يعني عندي هذه الخطة أنه أنا أحفظ البويضاتي المستقبل يمكن أن أغير رأيي وهذا اختلاط أنساب كيف أختلاط أنساب؟ فينا أنت يعني البويضة لا بس هي مثل الفرن هي فرن؟ ايه يعني هي تلاجة هي التي تطبخ الموضوع صح؟ بس البويضة بويضتي أنت قاعد تشابهين المرأة التي ستنجب بالفرن؟ يعني هي تؤدي مهمة تطبخ طبخة بتأخذ فلوس أوكي يعني هي ليس لأسواد عيوني تسويها يعني ستكون منها الأم أنت أو لا هي؟ لا أنا بس هي التي تعبت وهي التي تم تسع شهور لا أخذ فلوس ستختارها من أين؟ من أي بلد؟ لا أعرف لا أفكرت فيها تختار لها مواصفات معينة؟ أكيد هم شي تأكل زين تشرب زين زين بس هل سيهمش ثقافتها وتعليمها وتشذي ولا لا؟ سأعتقدها هم شي الأكل الغذاء أنت تعرف أحيانا تحس أنه بعض الناس لما يكونون شوية أذكى يكونون بدنيا أضعف حتى على مستوى الدول والجنسيات بس دكتورة لا تدري أنها تفعل ذلك؟ لا 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 تفعل ذلك لأنها كان لديها هداف ثانية لأنها تخرب جسمها وشكلها لأنها تعبت من أول مرة كأن البابي الأول كان طبيعيا منها بعدين البابجيني لا وأنجلينا جولي كانت تتبنى أنا قلت أمثلة من أمريكا لأنني عاشت في أمريكا أي تحبين أمريكا؟ أي